هسألك سؤال الموضوع المثار حاليا فيه ان فوزي لكشع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي له دور مهم في جعل المبرارة النهائية في المغرب على الارض الوداد وان فوزي لكشع تقدم بطلب استضافة المبرارة النهائية من 19 يناير صح كده؟ تمام الناس هنا ضد ضد ان يكون فيه مسؤول يساند نادي يعني مسؤول في الاتحاد الافريقي يساند نادي تمام فهنا هسألك سؤال يعني كل ما الايام تعدي يثبت لينا ان احنا كان كلامنا صح فما تيجي تتكلم على مصطفى مراد فهمي ده مش بقى مش عضو كده ورئيس الاتحاد لا ده عضو مجلس دارة الاهلي ومدير التنفيذي في الاتحاد الافريقي مصطفى مين؟ مراد فهمي كابتن عمري فهمي كابتن شطة رئيس اللجنة الفنية في التلاتة دول عرف تلاتة دول موجودين فيهن دلوقتي؟ مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الاهلي عمري فهمي المدير التنفيذي لشركة الاهلي كانت تنشطه موجود بيعمل داخل النادي الاهلي لا مش عمر فاهمي عمر فاهمي صحي عمر شاهين صحي عمر شاهين الله يرحم عمر فاهمي الله يرحمه يعني عمر فاهمي الله يرحمه كان مؤسس أولترس أهلاوي وبالتالي طب انت ضد الكوادر ولا مش ضد الكوادر اما جي عمر جنيني تولى مسئولية اتحاد الكرة انا فاكر موانسي عدد الكوادر اه ده مشاجع درجة تالتة انت في النهاية بتقيم الشخص على افعاله مش على كلامه مش على تشجيعه في النهاية اما بيجي بيعمل ايه اولا تم الزمالك اعتبر منصحبا فاكر ولا لا في السنة دي تم تكملة الدوري والاهلي خاد دوري وكاسمه عمر جنيني صحيح صح ولا لا وحتى نهاية افريقيا اتغلبنا تمام في موجود عمر جنيني اللي هو مشجع درجة تالتة للزمالك طيب مع احمد مجاهد الشيكابالا توقف بتيجي تعمل احتفالية للدوري بيتم بيتم يعني بيتبوز بفعل فاعل بفعل فاعل وايقاف لشيكابالا مدى الحياة وبعد كده 8 شهور بعد كده العودة في القرار في 8 مطشاط وحيات كده يعني انت في النهاية انت ضد الكادر اللي بيساعد نادي ولا معاه لا هي بص يا خط الخارج الفكرة في ان المعايير مش واحدة دايما اه المعايير مش واحدة في حاجات كثير جدا 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 ولما الناس تقول ازا مالك مظلوم يقولك لأ ده انتوا ايه المظلومية ومش المظلومة انت عندكم مؤامرة انتوا عندكم الرحل المؤامرة مؤامرة كونية ما فيش يا جماعة مؤامرة ولا حاجة في حاجة اسمها حاجات معايير لما المعايير بتختلف من اتحاد لاتحاد او من لعبة لعبة او من كورة لكورة من لعبة في المباراة اللعبة نفس اللعبة نفس اللعبة بتاعت الاهل اللي تحسبت راكلة جزاء من اسبوعين كانت مبارح ما تحسبتش وكانت رجله اعلى وكاني نازل تحت خالص يعني نفس اللعب عشان كان المعايير المختلفة ده اللي انا بتكلم فيه وحد المعايير اعمل عدالة ما بين الجميع منافسة شريفة ما بين الجميع تعظيم سلام الزمك هتلاقيه بطل وعايز كده حتى لو خسر الزمك هيبقى مبسوط وجمهور الزمك هيكون مبسوط لان المعيار واحد والنظام واحد ارجع لحتة بتاعت لقجة فوز لقجة المغربي هو الراجل قدم في المعاد المحدد الاتحاد الافريقي ما قالش الحد يا جماعة الكاف بعد يوم 19 يناير تعميم لل54 اتحاد طلب منهم سبع ايفنتات عنده عايز مين ينظمهم السبع ايفنتات مش ايفنت ولا اتنين سبع ايفنتات بالزبط اللي عايز ينظمهم اهلا وسهلا احنا ما قدمناش في الوقت المناسب الاتحاد المصري ما قدمش النادي الاهلي ما طلبش النادي الزمالك ما طلبش من الاتحاد المصري ان ينظم دور الابطال عندنا فبالتالي الاتحاد ما طلبش في غلط عند الاتحاد في غلط عند اتحاد الكورة اني ما بعدش لا لا ممكن انا اسف انا اسف بقول مثلا لا انا اسألك سؤال بس عشان برضو افكرة ان في غلط هو انا دلوقتي مثلا الاهلي يوصل تلات مرات وراء بعض النهاية افريقية هل مطالب الاتحاد ان التلات مرات يطلب لا طبعا طب هل مطالب ان احنا كل سنة تيجي نطلب لا يعني مش مطالب عالي ما انت ممكن تلعب في اي ملعب لا بس لو الاهلي وزا ماك اللي بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا طلبو من اتحاد الكورة حد فيو منظم اتحاد الكورة مش هيمانا بس الازي ممكن في موافقة حكومية اما انا فق اقصد يعني موافقة امنية اقصد اقصد انا ببك بعيدا عن الموافقات انا متكلمش على الموافقات الامنت اه يا طرح يا ترى المعرض هيтыقان فيين صح؟ اه انا كان عندنا علم انها مش هتقان في مصر ولا غلط او Lia ايو ااني محدش قدم احنا عارفين ان احنا مقدمناهش يا كابتن خالد بالزبط أنا طالب سنوية عامة وجيت ما دخلتش الامتحان ولما طلعت النتيجة جاي عطارد ويقول لا أنا سقطوني طيب بغض النظر بغض النظر لأن ما دخلتش الامتحان خوزي لك جع قدم وبلده كسبة هو استفاد هو راجل زاكي قدمها تمام لكن هو أنا على فكرة ضد النهائي يبقى في المغرب ضد بشكل عام ضد النهائي يبقى في المغرب لأن فيه طرفين منافسين أنا ضد بس في النهاية أنا أنا مش ضد لا أنا ضد الفكرة بشكل عام لكن في النهاية ضد توقيت ضد توقيت إعلان ملعب المباراة وكمان يعني ممكن تعمل ده قبل دور المجموعات لا دايما يا كابتن خالد لما يبقى هي مباراة واحدة عملها في أرض محايدة يريد عن الاثنين ما صلعني لكن ومع هذا لو اتأخرت لكن طالما الكاف عام النظام فإحنا ملتزمين بالنظام ده اللي لازم الناس تبقى فاهمة ده اللي أنا عايزة أقوله بقى أيام ما كان نقول إحنا نادي القرن فيقول لك نقط يعني مين لحط النظام يا عام اللي حط النظام مصطفى مراد فاهمي هو أنتو ما 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 في سنة 93 ما اشتكيتوش ليه توقيتو انتش تجدو الله طب يعني زي بالزبط يبا أنت بتدور على الحق لما تيجي تناقش واحد يقول لك أصلاحنا واخدين 43 دوري لا ما هي يعني بالعدد طب ما احنا كلنا كانت 7 أكتر بالتسع يعني ما هي هي بالزبط هو المعايير مختلف طب المعايير لو المعايير ثابتة كل الناس هتبقى مبسوطة ما هتش هزع انت ضد ضد ان الكادر يخدم نادي بصة كابتن أي كادر في نادي أي أن كان أنا بشجع عزمالك حضرتك بتشجع مش عرف ايه ده بشجع شجع اللي تشجعه لكن إذا توليت عمل عام بتاع كل الأندية ما ينفعش تتشجع حد وما ينفعش يعني تحادي حد على أحساب حرام ما ينفعش لأن انت لابد أن تراعي ضميرك طبعا ومصلحة الأندية كلها ما ينفعش يعني يا كادر تحت لوقت بعد إسن حضرتك أنا رجل زمالكاوي لو أنا حاليا عدوا في التحاد الكور هاخلع بيت الزمالك خلاص أبقى محايد خلاص ما ينفعش وأي حد كده في أي منصب لكن احنا بنفاجأ أن بعض الناس بتبقى في المناصب بتتكلم زي بعض مدربين بيبقوا مدربين منتخبات يقولك أتمنى فوز بكذا ما ينفعش أنت دلوقتي مدرب منتخب ما ينفعش تقول كده لما ترجع نديك قول براحتك أنا مش ضد يعني حتى في بقى أحد المدربين يعني كان اتناقش معايا في موضوع ووصلنا لإخناء مع بعض على خفيف كده على الموضوع ده فكان اعتراضه أنه أنا شايف كده قلت له لا حضرتك حاليا مدرب منتخب أنت مش موصل للنادي المنافس طب مدرب منتخب منفعش تقول تمام وجهت نظري تمام فالفكرة يعني دي حاجة مهمة جدا حتى اللي في الإعلام لو حضرتك يا كابتن خالد في قناة محايدة في قناة عامة منفعش تحبيت زمنك صحيح لازم تقول هنا وهنا طب هتقول لك أمثلة أمثلة النهاردة خالد جلال مدرب ايه البنك الأهل اتعادل مع الزمالك المشكلة كابتن حلم طولان مدرب ايه الامبي كسب الزمالك المشكلة طب بقى لو بمنطق إن أنا في عملي ده عمل ما تكون كادر في اتحاد أفريقي ده عمل طبع ما تكون موزيع في قناة عامة ده عمل ما تكون لابد أنت تكون حقاني في عملك لازم وبالتالي نفس الموضوع ينطبق على المدرب ما المدرب بقى خلاص يسيب المطش للفيرق دي وخلاص بقى ما هزام الكاو اللي أهلاوي فيسيب المطش بقى ما خلاص بقى كل واحد بيحمل لازم تكون فير ولازم ضميرك يكون شغال لازم تكون فير طالما في موقع عام أنا لازم أكون فير يعني لما انتقل لصفوف الجماهير أو مدرب أو لاعب في نادي آه من حقك تقول اللي انت عايزه طيب